ويعني عندنا كمان النهاردة هنتكلم زي ما قلتلكوا على منتخب مصر وهنتكلم كمان على الدوري يعني هنتكلم يمكن الدوري المصري كنا منتظرين الجدول بقى فترات طويلة جدا ويمكن لما بيجي سيرة الدوري أكيد بتيجي سيرة التحكيم ملف التحكيم احنا وقفين فين في ملف التحكيم الحقيقة كلاتنبرغ السنة اللي فاتت جاء الراجل الحقيقة الحقيقة عمل شغلي لا بأس به عمل شغل مميز جدا وصل في مرحلة من المراحل ان حتى تقنية الفار بتتزاع على الناس وده شكل جيد جدا شكل شفاف جدا جدا دلوقتي بيتطبع في الدوري السعودي ان الفار بيتزاع على الناس الموجودة في الاستاذ وبالتالي كان فيه جزء مهم جدا في هذه المنظومة منظومة التحكيم كان فيه نوع من أنواع السواب والعقاب اتحارب الراجل بشكل أو بآخر اتشتم واتهان بشكل مبالغ فيه جدا كلاتنبرغ بالرغم أنه هو كان بيحاول بقدر الإمكان أنه يعمل منظومة منتظمة للتحكيم كان بيحاول يحط لوائح واضحة جدا للحكم شفنا فيه خلال الفترة اللي فاتت أو خلال فترة كلاتنبرغ الحقيقة بدأ الحكام الرتمي يبقى سريع ما فيش تي 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 السفارة الطاولية ما كانتش موجودة وده كان مهم رتم اللعب بدأ يبقى سريع بعض الحكام بدأوا يشتغلوا بشكل أفضل لكن بريرا بعد ما ماشينا جلاتنبرغ جندا بريرا بريرا الغد دلوقتي يعني الحقيقة ملوش أي بصمة والحقيقة أصوات تاني من اتحاد القورة من الحكام لأ لازم يمشي يعني أنا بقف عند النقطة دي الحقيقة ودائما عندي سؤال هو ليه الناس مش عايزة يكون فيه تطوير في عملية التحكيم ليه زي ما بيجيبوا مثلا دلوقتي مدرب عالمي للمنتخب الأول ومنتخب الأولومبي خبير فيه كذا وكذا ليه بنيجي عند نقطة خبير التحكيم ونلاقي فيه حرب كبيرة جدا عليه والراجل حاول يشتغل وبالتالي بدأ يكون فيه نظام لا النظام ده فشلوه شتموه وطلع عليه بلاوي صودة فالراجل ده يمشي فمشي بريرا الحياة من ساعة ما جاء ما عملش حاجة ما شفناش أي حاجة ما شفناش أي جديد حيحاول بيقول حيحاول الفترة اللي جاية حط نظام وا 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 فتلعت أصوات تانية لا الراجل ده ما ينفعش فيمشي طب عايزين مين عايزين أي حد مصر يعني كل الاحترام لكل الناس الموجودة المصريين عندنا كوادر أي وعندنا حكام وخبراء كويسين ولكن المنظومة دلوقتي محتاجة وده اللي تكلم عليه النادي الأهل الحقيقة مش لصالح النادي الأهل لكن لصالح منظومة الكرة في مصر أن يكون فيه يعني خبير تحكيمي يحط لنا بقى أولا نظام ثابت اللعيبة التحكيم ده نقطة مهمة جدا وحلقة مهمة جدا في الكرة وخاصة عندنا في مصر يحط نظام ويحط يبقى فيه فيه صواب وفيه عقاب هو اللي يحط الحكام هو اللي حسبهم يكون فيه شفافية في التعيين في المباريات والحقيقة ملفهم مهم جدا وانا الحقيقة مش فاهم يعني الحقيقة مش فاهم ليه دايما الحكام بيحربوا الخبراء اللي جايين بالرغم ان احنا لازم يعني نوقف جنبهم شوية عايزين نطوره والحكام هتطور من نفسها ما فيش شك لان المنظومة محتاجة الحياة واقفة كبيرة جدا جدا نتمنى ان شاء الله الفترة اللي جاية يكون فيه يعني شكل مبشر للتحكيم خاصة عندنا هنا في مصر الحياة لان الواحد بيزعل جدا لما بيلاقي محافل عالمية في كاس عالم او 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 مش موجود الحكم المصري او اسماء الحكام المصريين بقوا ليلين جدا ودلوقتي بنشوف حكام المغرب ومن جزائر ومن جنوب افريقيا وا 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 والحكم المصري الحقيقة انا في رأي مظلوم يعني مظلوم لانه ما عندوش ما عندوش منظومة سليمة احترافية يشتغل عليها وما يقدرش يطور نفسه من نفسه فان شاء الله كل كمان التوفيق الفترة اللي جاية بالنسبة للتحكيم اشتركوا في القناة